في أمثل كثير عن غفران المسيح لا يسعنا الوقت مثلا غفر المسيح لللص على الصليب عندما قال له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك أجاب يسوع وقال اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطياء أعطاء الخلاص الكامل وكتب اسمه في سفر الحياة وفعلا بنفس اليوم كان مع الرب يسوع المسيح ثم حادثة أخرى لقد غفر المسيح للمرأة الزانية المرأة التي أمسكت بالزنة في يحنى 8 بعدين بالنهاية سأل أما دانك أحد قالت لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك ومكتوب من الذي يدين الدينون وضعت في حيز الأبن الأبن لكن منحها سك الغفران والبراءة هاي المرأة أحبائي صارت مبررة أمام الله وطاهرة وقديسة أمام الجميع طبعا في استحقاقات دم الحمل يسوع المسيح الذي قال عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم في استحقاق ما فعله يسوع مش لأي استحقاق فينا على أساس هذا الغفران شان هيك لما الرب يسوع علمنا الصلاة الربانية اغفر لنا ذنوبنا يعني دائما منصلي اغفر لنا ذنوبنا لأنه هو الغافر الذنوب المسيح كمان مرة غفر لمريد بركة بيت حزدة 38 سنة في البركة بتعذب كمان كان مفلوج مشلول كليا مكتوب علم أن له زمانا كثيرا سأله أتريد أن تبرأ أجاب المريد وقال يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدام آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي مكتوب في الحال حمل سريره ومشى قدام الجميع في آية 14 في يحن 5 مكتوب فوجده يسوع وقال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر هو شف جسده لكن العالم بكل شيء شاف فيه مشكلة أكبر قال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر يعني كانت مشكلته هي مشكلة الخطيئة اللي سببت الشلل الجسدي والعقلي والروحي أيضا موسيقى 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 موسيقى